اختتمت فعليات دورة ثانية للملتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج تحت عنوان تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقومية ومساعدات الحركة والذي استمر على مدار يومين تحت رعاية وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات تضمنت الدورة الحالية للملتقى 22 محاضرة تشمل محاضرات لعدد من الشركات الدولية والمحلية و17 محاضرة لباحثين من مختلف الدول وقد سجل للحضور أكثر من 500 باحث حول العالم كما شارك من داخل مصر باحثون من مختلف الجامعات وقد ألقى الملتقى الضوء على التحديات التي تواجه مجال الأجهزة التعوضية ومساعدات الحركة وكيفية التغلب عليها وانتهى إلى العديد من التوصيات التي تستهدف دعم منظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدة الحركة